صحيح أن تجربة فريق الجهة الخدمة والهندسية تجربة فتية تجربة جديدة ولكن الحمد لله بدأ الفريق يحصد ثمار النجاح التي حققها عندما بدأنا في مناطق عشوائية مناطق زراعية فيها كثير من التعارضات فيها كثير من التجاوزات المناطق غير مصممة لا توجد فيها مناسيب ولكن الحمد لله بفضل ما يمتلكه الفريق من خبرات متراكمة عند أفراد استطعنا بفترة زمنية قصيرة من التغلب على معظم هذه المشاكل والمعوقات الموجودة الحمد لله اليوم عندما نتحدث عن أعمال التبيط يعني أننا قد أكملنا كل البنة التحتية من الماء والمجاري وكذلك تأهيل الشبكة الكاربائية الآن في آن واحد لدينا ثلاثة فرق تعمل ضمن قاطع بلدية الشعب في حي المصطفى والكوثر وكذلك في حي الكوفة لدينا الآن أكثر من 53 منطقة يتم العمل بها ويوتيرها متصاعدة في بغداد والمحافظات نحن لدينا سقف زمني وإن شاء الله نحاول أن ننجز الأعمال ضمن السقف الزمني بما يخص اليوم أعمالنا في حي المصطفى هذا شارع حي ومهم تم أكمال البنة التحتية يربط طريق كركوف بغداد بقناة الجيش اليوم إن شاء الله سيكتمل عملية التبيط بعد أن أكملنا كل البنة التحتية من الماء وكذلك المجاري والكهرباء وكذلك الأرصفة وكل ما تطلبها العمل ضمن المواصفات الفنية المطلوبة ضمن أعمال الشوارع الداخلية طيب يعني ما هو السقف الزمني المحدد لمنطقة الشعب نحن نتحدث لانتهاء عملياتكم فيها بالنسبة لمنطقة الشعب الكل يعرف أن منطقة الشعب فيها الكثير من العشوائيات وبالتالي عملنا مركز ومكثف في هذه المنطقة إن شاء الله المناطق التي حددناها الفريق إن شاء الله ستكون خلال 60 يوم يتم إنجاز الأعمال لتشمل الكوف المرحلة الأولى التي هي 15 سقاق وكذلك حي البساتين وحي الكوثر وحي المصطفى هذه المناطق الرئيسية إن شاء الله ستنجز خلال 60 يوما حددنا واحد حزيران لنكون العمل بشكل نهائي قد اكتمل إضافة لدينا الآن مناطق في منطقة الكرخ في الدوانم الشعلة هذه أيضا ضمن السقف الزمني التي هو 1-6 من العام الحالي وأيضا هناك بعض المحافظات يجري العمل بشكل متصاعد خاصة في ديوانية وسماوة وميسان وأيضا لدينا الآن فريق يعمل في صلاح الدين من أجل إعداد خطة للشروع بالبدء في محافظة صلاح الدين حتى يكون الفريق قد توزع على كل المحافظات وتكون خدماتنا تشمل أكبر عدد من المواطنين الذين بصراحة كان هناك حرمان كبير في الفترات السابقة طيب كيف تجدون الانطباع العام عند الناس هل هناك مشايعة هل هناك معوقات بصراحة الأفضل ما موجود في الأمر أن الأهالي في هذه المناطق هم يساعدون الفريق كثيرا خاصة في موضوع التجاوزات لدينا آلاف التجاوزات التي هناك تعاون يعني نعم هناك تعاون لأن المواطنين شعروا بأن الفريق جاد بخدمتهم بتقديم الخدمات وحسب ما أكد عليه دولة الرئيس أن تكون الخدمات سريعة وعاجلة وبدون مماطنة وبدون تسويف وأيضا نراعي الدقة والمواصفات الفنية المطلبة طيب ما هي المناطق المستهدفة بعد إكمال منطقة الشعب وأيضا ذكرت الشعلة في الكرخ إن شاء الله سيتم إعداد والتهيئة بإعداد التصاميم وسيتم الشروع بتنفيذ منطقة حي الصدرين أيضا في الشعب لأنها منطقة مكتظة وتعاني نقص كبير في الخدمات نحاول أن نعدد التصاميم الأولية من أجل الانطلاق بتقديم خدمات الماء والمجاري تمهيدا لأعمال التبليط هذه ستكون أول منطقة مرشحة في جانب الرصافة وأيضا لدينا خطة كبيرة جدا ضمن موازنة 23 الآن نعمل ما لدينا من مبالغ بسيطة جدا هي مودعة في وزارة الداخلية هذه المبالغ نحاول أن نغطي الـ 53 منطقة التي دخلناها في بغداد والمحافظات التي احتورناها المرحلة الأولى من فريق الجهد الخدم والهندسي السيد عبدالقادر هناك مناطق محرومة محددة سلفا وهناك مناطق ربما لم تجري عليها تحديثات أيضا محرومة يعني ما المناطق المستهدفة لديكم الآن بصراحة نحن نعتبر أحد الأضرع المهمة للحكومة الحالية والسيد رئيس المنسي الزراء في تنفيذ برنامجي الحكومي التي هي حكومة الخدمات وبالتالي لن نستثني أي منطقة تحتاج إلى الخدمات في بغداد والمحافظات لدينا الآن الكثير من الفرق الجوالة التي تحصي المناطق التي سيتم الدخول بها أو دخلناها أو لدينا أولويات مثلا مرحلة أولى مرحلة ثانية مرحلة ثالثة ولكن على العموم نعاهد أبناء هذه المناطق بأننا لن نتركهم بعيدين عن خدمات فريق الجهد القدم والهندس طيب يعني إلى أي مدى ترون في هذه المناطق هي كلها متهالكة للبناء التحتية وتحتاج إلى خدمات كون التأهيل فيها منقطع من فترات طويلة إلى أي مدى ترون بأن هذه الحاجة إلى الخدمات متفاوت ما بين منطقة ومنطقة وهل يؤثر على الجهد المبذول من قبلكم؟ بصراحة كل الحكومات السابقة كانت تركز فقط على مناطق مراكز المدن وهذه المناطق العشوائية ومناطق الزراعية كانت مهملة وكانت متروكة وبالتالي بصراحة هذه المناطق حتى نحن كفريق جهد خدمي وهندسي تفاجأنا بالوضع المأساوي نتيجة تقص كبير في الخدمات ولكن مع هذا نحن نتحمل هذه المسؤولية بأننا لن نترك أي منطقة في بغداد والمحافظات وتنطبق عليها القوانين والقرارات التي نعمل بموجبها في مقدمة القرار من سزراء 286 وكذلك 2023 وكذلك 350 صحيح نحن نريد أن نقدم خدمات عاجلة وسريعة ولكن الفرق بين السرعة والتسرع يجب أن نكون سريعين وغير متسرعين لأننا نريد أن تكون جميع عمالنا تخضع للمناصفات الفنية المطلوبة في عمال البنى التحتية وكذلك في عمال الطرق وفي عمال تهيير الشبكة الكربائية الماء والمجاري إذن نحن مطالب منها بإكمال كل النواقص التي تعاني منها هذه المناطق ولكن يجب أن تكون ضمن المواصفات فنية مطلوبة